الحمد لله رب العالمين وعلى وأسأل الله أن تكون زيارة خالصة للوجه الكريم ونحن في ليلة السبت ليلة السابع عشر من جمادة الآخرة لعام خمسة واربعين واربعمة ألف الموافق ليلة الثلاثين من الشهر الثاني عشر لعام ثلاثة عشرين وألفين وقد اخترنا أن تكون المحاضرة بعنوان إن الحسنات يذهبنا السيئات أتاد الشيخ الإسلام المجدد محمد عبداللهاب رحمه الله وتعالى وقبله الإمام محمد إسماعيل البخاري أن يبوّب بعض الأبواب بجزء من آية أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأثر فجعلنا اقتداء بأهل العلم المحاضرة أيضا عنوانها جزء من آية وهي قوله جل وعلا ماذا؟ إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أيضا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فالسيئات بحمد الله تمحى ولها أسباب كثيرة شرعية لكن قبل أن نعرف ما الذي يمحو السيئات فلنعرف ما هي السيئات وما هي الحسنات أما السيئات فهي ما يكتبه الله عز وجل على الإنسان بسبب تفريط بالمأمور أو وقوع في المحظور وقد يجهل هذا كثير من الناس فيظن أن السيئات أن الذنوب أن المعاصي هي فقط فعل المحظورات ويجهل أن أيضا التفريط بأداء المأمور أيضا هذه معصية وهذه سيئة فقد أرسل الله عز للرسل وأنزل الكتب فأمر ونهى أمر ونهى أي لا يؤمر ولا ينهى ولا وعد ولا وعيد كلا بل الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه فأمروا ونهوا أمر ونهوا فامتثال المأمور واجب والتفريط في المأمور في أدائه سيئة ومعصية وذنب كذلك الوقوع في المحظور واضح أن يقع في المحظورات في المنهيات فهذه أيضا سيئة وذنب ومعصية لله عز وجل فإذا قيل إن الحسنات يذهبن السيئات المراد بالحسنات لأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكسب بها المسلم الأجر والثواب وبحمد الله هذه الحسنات تمحوا السيئات يعني ما يحصل للمسلم من تقصير في أداء المأمورات أو وقوع في المحظورات فإن ذلك لن يبقى وسمة عار على جبين العاصي أو المقصر في أداء المأمور والوقوع في المحظور بل ربما يمحى هذا بأكثر من سبب بحمد الله عز وجل فالأسباب الشرعية كثيرة التي يشرع للمسلم أن يتبعها حتى وهو في دنياه يسعى إلى محو السيئات يعني تقصيره في أداء المأمورات وقوع في المحظورات أعظم هذه الحسنات هو التوحيد توحيد الله عز وجل شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى ما خلق الله جل وعلا الجن والإنس إلا لتوحيده جل وعلا وما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرع وشرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام بل ولا تقوم القيامة ولا تحق الحاقة بل وما ولا يبعث الله الناس ولا يحشرهم ولا يحاسبهم ولا خلق الله الجن والنار إلا من أجل التوحيد إلا من أجل التوحيد فالتوحيد حسنة عظمى حتى أن المسلم إذا وحد الله عز وجل فلن طبعا يكون موحدا إلا ذا اجتنى بالشرك فالتوحيد لا يكون إلا بعبارة الله عز وجل وعدم الشرك به لذا قال جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولم تشرك به غفرته لك ولا أبالي وفي حديث قال أتيتك أيش بقرابها مغفرة إذن توحيد الله عز وجل يكفر الله به السيئات التوحيد شأنه عظيم ولذلك لم نؤمر إلا بالتوحيد إلا بإخلاص الدين لله عز وجل قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه القيمة وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فإخلاص الدين لله عز وجل هو أن تبتغي بعبادتك الله جل وعلا وحده لا شريك له مجتنب الشرك كثيره وقليله كبيره وصغيره ظاهره وخفيه جليه وما خف من الشرك من الإرادات وغير ذلك كلما تخلص المسلم من الشرك ووحد الله عز وجل كان قد أتى بأعظم حسن يرجى له بها أن يكفر الله بها جل وعلا عن سيئاته ومن ذلك الحسنات الماحة للسيئات حسنة عظيمة واجبة على كل مسلم ألا وهي التوبة النصوح التوبة واجبة على كل مسلم ولذلك ربنا جل وعلا من أسمائه التواب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السوء الله عز وجل اسمه التواب والعبد يقال عنه تواب أما الله عز وجل تواب اسمه التواب لأنه يقبل التوبة عن عباده فيصيغة مبالغة تواب يعني كثير قبول التوبة ويقال عن العبد الذي يتوب كثيرا الله عز وجل تواب منه قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين فالتوابون جمع تواب وهو الذي يتوب الله عز وجل كثيرا وقد دعا الله عز وجل عباده المؤمنين جميعا إلى التوبة المؤمنين فقال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة والله جل وعلا التواب يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها والله جل وعلا يحب التوابين قال جل وعلا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وشأن التوبة شأن عظيم من نظر في حال التوبة والتائبين وجد العجب العجاب فإن الله عز وجل يدعو عباده لأن يتوبوا ويرغبهم بذلك ويأمرهم فإذا أقبل العبد على التوبة فإنه لن يتمكن منها ما لم يعنه الله عز وجل على ذلك ليس الأمر بيده وإنما هو توفيق من الله عز وجل يوفق عبده لأن يتوب ثم إذا تاب العبد إلى الله تبارك تعالى فإن الله عز وجل يفرح بتوبته للحديث لله شد فرحاً بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات فاجتهد في طلبها حتى يأس منها وعليها زاده وماءه فاستظل في ظل شجرة فإذا بالدابة قائم على رأسه أخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبد وأنا ربك أقطع من شدة الفرح يعني تصوروا ما درجة الفرح الذي بلغ هذا الإنسان بعد أن يأس من الحياة في أرض فلات رجع الدابته وعليها ماءه وزاده فرح فرحاً شديداً تجدد الحياة قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقطع من شدة الفرح الله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته يعني أنت إذا تبتل الله الله يعني يفرح بتوبتك يفرح بتوبتك ويحبك وكنت عاصياً كنت مقصراً بأداء المأمورات واقعاً في المحظورات ومع ذلك إذا تبت فإن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين ليس هذا فحسب بل الله جل وعلا بعدما يفرح بتوبتك ويحبك يبدل سيئاتك حسنات وهذا فضل ما تتصور العقول قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتل نفسه التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون شرك وقتلوا زنا ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم قيامة ويقلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئات حسنات انظر إلى هذا الفضل العظيم فالله جل وعلا يبسط يده لك يا عبد الله لتتوب ولا تتوب الله جل وعلا يفرح بتوبتك يا عبد الله ولا تتوب الله يحب التوابين يحبك إذا تبت ولا تتوب الله جل وعلا يبدل سيئاتك حسنات ولا تتوب باذر يا عبد الله فإن من أعظم الذنوب أن يكون إنسان في غفلة فيجد في نفسه ماذا أنه لا يحتاج إلى توبة هذه غفلة أبو بكر الصديق الصديق الأكبر لم يطع على وجه الأرض خير منه بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعانا يقوله في صلاة يقول الشيخ من الثمين الحبيب يقول لحبيب علمني يعني راح يعطي دعاء أمسك به أبو بكر حب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له علمي دعانا أقوله في صلاة خذه علمه النبي عصد السلام للصديق الأكبر أحب الرجال إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أبو بكر الصديق قد ظلم نفسه ظلما كثيرا قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم خذ هذا الدعاء وقوله في صلاتك وأنسب ما يقال قبل أن تسلم فإنه موضع دعاء وما زلت أنت بين أيدي الله عز وجل قبل أن تنصرف من صلاتك قل هذا الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا الدعاء عظيم ومن تدبره وجد فيه السر كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأبي بكر الصديق فإن العبد إذا قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فهذا وسيلة توسل الله بالاعتراف بالذنب والاعتراف بالذنب هذا سبحان الله العظيم حتى بين الناس من جاءك معترف بذنبه ولا أنا خطأت ولا أنا قصرت ولا أنا استعجلت ولا هذا نصف العفو ها قد حصل عليه لكن الذي يكابر لا أنت اللي بدأت أنت اللي أخطأ زي سوت فيك بعد يحمد ربك أن أنا ما عملت فيك كذا وكذا ما يسامح لي أمامك فهذا من التوسل ذاك في دعاء سيد الاستغفار يقول عيش عيش صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا وأبوه بذنبي يعترف بذنبي فهذا ما توسل المشروع المسلم أنه يعترف لله عز وجل بالذنب والذنب ما يشكلنا إما تقصيري بأعداء المأمور أو وقوع في المحظور فيقول اللهم أني ظلمت نفسي ها ظلما كثيرا ثم يقول ولا يغفر ذنبلا أنت هذا توسل الله عز وجل إذا العبد اعتقد وآمن بأنه لا يغفر ذنبلا الله عز وجل هذا الاعتقاد ذاته من وسائل مغفرة الله عز وجل العبد وإذاك في الحديث أنه أذنب عبدي فاستغفر فغفرت له ثم أذنب فاستغفر فغفرت له ثم أذنب فاستغفر فغفرت له قال قد غفرت له علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب هذا إيمانه الذي دعاه علم عبدي عرف الله أنه يغفر الذنوب أني قد غفرت له شوف فهنا يشي يقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني من عندك وارحمني ثم توسل باسمين اللعز إنك أنت الغفور الرحيم فيا عبد الله أنت بحاجة الإلان تتوب اللعز والتوبة واجبة أذكر حدثين عظيمين من الكتاب والسنة كيف يتوب الله عز وجل على من تاب أما الحدث الأول ما ذكر الله في الآيات التي قرأتها قبل الدرس إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق هؤلاء فتنوا المؤمنين والمؤمنات حفروا حفر أخاديد وألقوا الناس في النار لا لذنب يرتكبوا إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد انظر إلى بشاعة هذه الجريمة لأنهم مؤمنون بالله عزيز الحميد أحرقوهم بالنار لكن الله ماذا يقول يقول ثم لم يتوبوا قالها العلم معناه أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم شو الجريمة التي ارتكبوها ومع ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم ما ظنكم بالله عز وجل الذي اسمه الغفور الثاني من السنة في الصحيحين أن رجلا كان في من كان قبلنا قتل تسعة وتسعين نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم يا أهل الأرض فدل على راهب يسأل عن عالم ليستفتيه يدلون عليش عابد من العباد ليس بضرورة أن يكون العابد عالما وإن كان منقطع للعبادة لكن قد يكون علمه متواضع أن لم يكن بعد أيش عنده من الجهل ما عنده يسأل عن عالم فدلوا على راهب دخل عليه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا وراد أن يتوب فهل له من توبة قال الراهب وأن له من توبة وقد قتل تسعة وتسعين غضب هذا الرجل فقتل الراهب فأتم به المئة ثم خرج يسأل عن أعلم أهل الأرض وهذه فائدة تسأل من تسأل عن عالم عن من يعلم حتى يدلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مش تسأل أي جاهد أي إنسان بعض النس يعني وضع عنده في جواله رقم كاتب إيش شيخ من أعد هذا الشيخ عندك سؤال إيش يبلغ بينها خاصة بعض النساء شيخ واحد شيخ واحد راقي واحد خياط واحد صحي يعني أي واحد ما يصلح لها الشيخ أيضا بعد واحد شيخ لا يعرف إيش دينة ولا إيش مذهبة ولا إيش تقوى ولا إيش فتوى ولا إيش اختيارات ولا من هم علماء والمشايخة بما يستدل يعرف يفهم يفهم شيخ المهم خرج الرجل فسأل عن أعلم الأرض فدل على عالم فقال إنه قتل مئة نفس يعني التسعة وتسعين قتلهم والراهب كمل به المئة وأراد أن يتوب فقال ومن يحول بينه وبين التوبة اذهب إلى أرض كذا وكذا وهذا أيضا فائدة أن المسلم إذا أراد يتوب مما يعينه على التوبة أن يبحث عن بيئة صالحة ناس مستقيمين ولذلك أعجبني من قال من أراد أن يترك التدخين حقا مبتلي فيه فلا يجالس المدخنين اترك لا تجالس المدخنين أما مدخنين وانت توق تارك التدخين ولا وينقهر اللي ما يستطيع يترك التدخين شي يقول دخن دخن حاولت أنا قبلك أصلا أخذ خذ بس هذا يعود مرة أخرى لأن البيئة فمن تلي بتدخين بمخدرات بمسكرات بحشيش بكلام باطل بناس أهل غيبة أهل معاصي ورغب في التوبة لا يعود إليهم والله قال فيه كتاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان أرشده إلى قوم إلى أرض فيها ناس صالحون قال اذهب وتعبد الله معه خرج الرجل انتبهوا أراد أن يتوب فقط أه أراد أن يتوب مات في وسط الطريق فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فتقول ملائكة العذاب أنه قتل مئة نفس وتقول ملائكة الرحمة أنه خرج تائبا يريد أن يتوب أرسل الله عليهم من يحكم بينهم أنقيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والأرض التي أراد فقاسف وجدوه إلى الأرض التي أراد أقرب فأخذته ملائكة الرحمة لكن في رواية فيها العجب العجاب أن الله أوحى إلى الأرض التي خرج منها أن تباعدي وأوحى إلى الأرض التي أراد أن تقاربي انظروا كيف يحب الله للتوابين فقط أراد أن يتوب حرك الله أرضا فيها بشر وبيوت ومنافع وبهائم أن تتراجع من أجل رجل أيش أخوان أراد أن يتوب وأمر أرضا أخرى فيها بشر وبيوت ومنافعهم وبهائمهم أن تراجع أن تقاربي كل حركها الله عز وجل لأجلها رجل واحد أراد أن يتوب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما من من أحد إلا وهو بحادث ماسة بحادث ضرورية إلى أن يتوب الله عز وجل حسبنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعدله في المجلس الواحد يستغفر الله سبعين مرة فالتوبة تجب ما قبلها لو بلغت الذنوب ما بلغت من تاب تاب الله عليه الاستغفار يكفر الله بالسيئات أوسع أبواب الخير بعد التوحيد لا يحتاج إلى طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا دخل وقت ولا مال ولا قوة ولا شجاعة ولا طلب علم ولا شهادات ولا يحتاج سفر وعناء كما يحتاجه كثير من العبادات جاهد لا تكون قويا وشجاعا تنفق لا تكون إيش مليئا تصلي شروط وركان تصوم تمتنع عن الفطرات تحج تعتمر طواف سعي وقوف أموال سفر كل ذلك مثل ذلك لا يحتاجه الاستغفار استغفر الله في الليل والنهار اجعل الاستغفار هذا على لسانك ما استطعت إلى ذلك سبينا فأنه باب عظيم أبواب الخير هو أوسع أبواب الخير وما من عبد إلا وهو بحاجة ماسة إلى أن يستغفر الله عز وجل واذاك سمى الله نفسه الغفار والغفور وغافر الذنب وخير الغافرين وأهل التقوى أهل مغفرة وذو مغفرة لأنه جل وعلا والله ما أمره بالاستغفار إلا لأنه يريد أن يغفر لعباده حتى اجتمع اجتمع الدعوة الرسل جميعا على أربع مساء كلهم دعوا أقوامهم أقوامهم إليها أربع مساء التوحيد وطاعة الرسول فما من رسوله إلا يقول إيش طيعوني وتقوى الله عز وجل والرابعة الاستغفار كل نبي قال لقوم استغفروا استغفروا الله فقلت استغفروا ربك وإنه كان غفارا فالمقصود أن الاستغفار شأنه عظيم ينبغى المسلم أن يحرص عليه وأن يكثر منه أن الحسنات يذهبنا السيئات من أعظم ما يذهب السيئات الصلاة عمود الإسلام الصلاة هي ميزان ودين العبد تريد أن تعرف دينك دين غيرك انظر في الصلاة انظر في صلاتك انظر في صلاتك الصلاة عمود الإسلام ما في شيء اسمها قطع ما في شيء اسمها مرات والله مرات تفوتني وكل يوم ركع ركعتين كل يوم مثل الصلاة تفوتك صالتين تدركها هذا ما يصلح حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون ينبغي يا مسلم أن تجعل مشروع حياتك المحافظة على الصلاة عمود الإسلام قرة عين المسلم ينادي بها ربه أول ما يستيقظ يذكر الله عز وجل يتوضى يذكر الله عز وجل يخرج من الوضوء يذكر الله عز وجل يخرج من البيت يذكر الله عز وجل يخطو المساجد إلى المسجد خطوتاه إحداهم وتحط عنه خطيئة والأخرى تاربع درجة لحد لا ما صلى إذا توضى للصلاة خرجت ذنبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أبصرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو معها قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء هذا حدا ما صلى مشى ترفع خطوة درجة وتحط عنه خطوة ها خطيئة دخل المسجد حسنات هو في الصلاة من تذر الصلاة إذا وقف يصلي أوتي بسيئاته فوضعت على عاتقيه يخبر بذلك النبي عز السلام فكلما ركعوا سجدت ساقطت فما بالك إذا صلى ما بالك إذا قام الفريضة ما بالك إذا صلى وجلس فيه مصلى جالس فقط جلسة يا أخوان اللي الناس تفرط فيها كثيرا عمل يسير يفرط فيه الكثير الجلس بعد الصلاة فإن الله وكل ملائكة يستغفرون المصلي ويصلون عليها قل الله مقفر له والله أرحمه ما دام فيه مصلى ما لم يحدث شيء عظيم لو أراد أحده أن يقيم أبر أولاد إليه قال يا أولادي مادم أنا جالس بعد الصلاة استغفر لي استغفر اللهم رب يغفر الوالدي رب يغفر الوالدي ما استطاع أبر الأولاد أن يستمر على ذلك آه والله نسيت آه والله كنت مؤمن آه والله طالع والله أنا في الدوامة لك ملائكة لك يا عبد الله من مجرد جلوسك بعد الصلاة في مكانك فإذا قلت التسبيحات وقد استفدناها من شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه لا يترك تسبيحات أبدا كأنها مما فرضه الله عليه فرضا التسبيحات بعد الصلاة والتهليل والتسبيح أبدا لا يسمع لأحد يسأله سؤالا يقول استرح حتى ننتهي سبحان الله شيء عجيب هذا الشأنه عظيم الذكر من أعظم الحسنات الماحل السيئات لا سمة إذا كانت دبره كل صلاة اعتاد الناس اللي يسلم عليه من شمال واللي يسرع واللي يخرج الجوال يتأكد يا أخي والله إذا قالك معدودة من عمرك ينفعك الله بها فإذا سبحت الله ثلاثا وثلاثين وحمدت الله ثلاثا وثلاثين وكبرت الله ثلاثا وثلاثين فتلك كم تسعة وتسعون فإذا قلت تماما لا إله لله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير وفرت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر إن الحسنات يذهبنا السيئات راجع نفسك كم مرة فرطت بهذا الذكر بعد الصلاة كم مرة صليت وانصرفت وما قرأت ما قلت الأذكار قل خمسة وعشرين سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر هذه تماما مئة بعد مستعجل واقف خطأ في سيارتك لو لا تطلعه من المدرسة لا أقل من أن تقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا الله أكبر عشرا هذه ما تصلي باب المزيد اللي انتهيت منها لماذا تفرط فيها الأذكار ينبغي المسلم أن يكثر منها قال جل وعلي يا أيها الذين آمن يذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصلة لو لم يأتي في فضل الذكر من فضل سوى أن الله يذكر من ذكره لكان كافي الله يذكرك هذا لو أن أحدا ذكر جده الخامس في كتاب تاريخ له الموقف الفلاني كان فرح يطبع ويصوره هذا تراجدنا هذا اللي كان فعل كذا ما برك جدك الخامس ما ذي ما ذي شو يسوي لجد هذا لكن إذا الله يذكرك فإذا قيل لو لم يكن في ذكر الله من فضل إلا أن الله يذكر من ذكر لكان كافيا لكان شيء عظيم قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال جل وعلا في حقيقة قدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من فإذا ذكرني في ملأ من البشر ذكرته عند الملائكة خير من هذا الذكر العظيم يرفع الله بك يرفعك الله به ويكفر الله عكسياتك ويذكرك الله عز وجل الله الله بالأذكار القرآن ذكر ولا لا صاد والقرآن ذو الذكر اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون القرآن ذكر قيل لم يتعبد الله عز وجل بشيء من العبارة القولية مثل تلاوة كتاب الله عز وجل من العجائب ان ذكر بعض العلم ان الملائكة هم ملائكة لا يقرأوا القرآن انما يستمعون وانت شرع الله لك القراءة يعني انت ظفرت بشيء لم تنفر به الملائكة يستثنى من ذاك جبريع السلام ينزل بالقرآن ويتدارسه مع النبي عز وجل اما الملائكة فقد ذكر الله عنهم في كتابه انه ماذا يذكرون الله الليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون لا يسمون فتور ولا سأم ملل لكنهم يستمعون القرآن فانت يا عبدالله عندك القرآن واكثرنا اما ان يجيد قراءته او يسروا عليه ان يقرأه ما بالل الاعادم واحد صيني ولا ياباني ولا استرالي ولا افريقي صعب حتى معظ الحروف اصطر غير مستعملة عندهم انت لو كنت ضعيفا والله بامكانك قد يسر الله قراءة القرآن ان تقرأه وقد قرأه ناس في افريقيا ناس في الهند ناس في بنجلادش وهم يقرون كتاب الله ولا يفهم انه ولا كلمة فانت لما لا تجعل لك مشروعا في حياتك ان تكون صاحبا للقرآن ولا يقال فلان صاحب فلان الا ذيش طالت الصحبة يعني واحد شاب له واحد اليوم هنا في هذا المكان ما هو صاحب له شفت ايه عرفت الحظة الدرسه هذا صاحبك لكن هذا وهذا صاحبان لماذا لانهم زملاء مع بعض نفس المدرسة مدرسة اك الاخ يعني سلم عليه عرف بالوجه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول اقرأ القرآن فانه يأتي لمن فانه يأتي شفيعا لي لصاحبي لاصحابه يعني اذا طالت صحبتك معه تقرأه كثيرا تعفظ منه ما تيسر او تعفظه كله لماذا لا تنوي ان تكون حافظا لكتابه النية ثقيل النية خفيفة صاحب الله ما تشايل على رأسك حديد ولا صخر حط في بالك قررت ان يحفظ القرآن ان ادركت وحافظت فبها ونعمت وإلا قد اخذت الاجر بايش بهذه النية اقرأ من كتاب الله عز وجل فمن اعظم ما جاء في فضل القرآن ان من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن والحسن بعشري امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف من حرف ولام من حرف وميم من حرف وقد افتع من علمان الشيخ مباز رحمة الله عليه وغيره ان الذي يستمع القرآن له مثل اجر القارئ يستمع مش يسمع يعني جالس يتقصد ان يسمع كان تمسك المصحف لاخيك وهو يقرأ وان ها تسمع له انت وانت تمسك المصحف لاخيك تقرأ شوف اخطاء وشوف صح ولا خطأ وتفتع عليه بالقراءة انت كالقارئ فلك بكل حرف حسن او الحسن بعشة امثالها فهذا اجر عظيم هذا محيط من الاجر والثوار فالمقصود حتى لا نطيل عليكم الحسنات كثيرة والحمد لله ربنا جلع يسر الاعمال الصالحة لو تصدقت بعدل تامرة من كسب طيب تامرة تقع بيد الله قبلا تقع بيد الفقير يربيها جل وعلا كما يربي حدكم فلوة اي المهر الصغيرة حتى تكون التامرة من تربية الله اللهم ربيها تكون التامرة كالجبت لا تحقرن من معروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق اتقوا النار ولو بشق تامرة يعني ولو تتصدق بنصف تامرة من الحسنات العظيمة تعليم الناس هذا تأخذ فيهم الاجر ما لا تأخذه حتى في الصلاة الصلاة اذا مت ها قطع الصلاتك لكن تعليم الناس من دل الناس على الخير الدع على خير له مثل اجر فاعله من دعي لهدى كان له من الاجر مثل وجور من تبع لا ينقصه ذاك من وجور من شيء لذا قال جل الله ومن احسن قولا ممن دعي لله من احسن يعني لا احد احسن استفابي مع النفي من دعي لله وعمل الصالح وقال للم المسلمين علم اولادك الفاتحة اعظم ما انزل الله من الكتب القرآن واعظم ما انزل الله من السور الفاتحة وهي يسيرة علم علم قله الله حتى تعديل ثلث القرآن علم لا اله الا الله بلغ ليس بالضرور ان تكون احد العلماء حتى تبلغ بلغ ما تفهمه ما تعلمه ادب من الاداب كل بيمينك ذكر من الاذكار سنة من السنن تنبيع المنكر امر بمعروف كل ذلك صدقات تصدق بها العبد على نفسه فلا تبخل يا عبد الله نعلم كثيرا ولا نعمل الا قليلا نعلم كثيرا ولا نبلغ الا قليلا حتى ربما يأتي على الواحد اوقات ربما ايام ما علم احد شيئا علم ولو برسالة علم يا عبد الله تموت واجرك مستمر لا ينقطع هذا الشيء عظيم جدا فهذا ايضا بحر محيط محيطات من الاجل والثواب اختم اقول حتى نفتح مجال اذا حد حبي عقب من الشباب المشايق حيام الله جميعا او نجيب بعض الاسئلة الله يسعى جل وعلا اقول بان الحسنات والسيئات القصاص يوم القيامة ايش يا اخوان لا بالدينار ولا ولا بالدرهم وانما بالحسنات والسيئات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده الاخي مظلمة فليتحلل من قبل ان يأتي يوم لا دينار ولا درهم وانما هو الحسنات والسيئات قصاص تدفع بالحسنات والسيئات وفي صائع مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا يا رسول الله من لا متاع له ولا درهم لا عنده امال سيولة مال ولا عنده اثاف قال المفلس من امتي من يأتي يوم القيام بصلاة وزكاة وصيام جاوق السفك ذم هذا وضرب هذا وكل مال هذا فيوخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي حتى اذا فنيت حسنات اوخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النقل هنا افلس طيب الشاهد من هذا الشاهد من هذا نحن بحاجة الى ان نكسب من الحسنات ما استطعنا لان القصاص امامنا يوم القيامة من ذا الذي لم يقتب احد قط من ذا الذي فينا محتقر احدا او جنسا او جنسية من ذا الذي ما ساء الظن باخيه يوم الايام من ذا الذي ما اكل حراما او شدخل عليه او ساء الظن او سخرة او احتقر او اغتاب او نمم من ذا الذي لم ينظر الى عورات الناس من ذا الذي لم يسمع اخبارهم هم كارهون من ذا الذي من ذا الذي من ذا الذي يعني لو تصورت انت كل واحد اغتبت يوم الايام ذكرك اخاك بما يكره وصفوا عليك طابور ها اللي زمرك في الدراسة واللي معك في العمل واللي جيرانك كل هؤلاء كل واحد تكلمت عليه بيقتص الله جل وعلا له من حسناتك والله راح يكون طابور طويل ولا ها صحة ولا عايش انت سنوات اللي كان معاك في المدراسة واللي كان معاك في العمل واللي كان جارك واللي سافرت معاه واللي تكلمت عليه والقصاص يوم القيامة بالحسنات طيب اذا جاي انت وما عندك الله شوية حسنات راحت سهولة فانت بحاجة والله يا اخوان ان تجمع من الحسنات ما تستطيع حتى اذا جاء القصاص وانا لله مراجعون واخذ منك لهذا وهذا وهذا لعل ان يبقى لك من الحسنات ما ينفعك الله به فيرد ترجع بالميزان لتدخل الجنة بحاجة ولسنا بحاجة بحاجة ولسنا بحاجة قالت امرأة بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دعك من فلان فانها كذا واشارت بيدها الانها يعني قصيرة بس اشارة خوف الحديث هذا اشارة انها اكصاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتي كلمة ان لو مززت بماء البحر لا افسدت احنا شو نقول عنا احنا ايش نقول اللي قط له كلام على امه من عشرين مليون خمسين مليون ها اللي يقول بنجاليا دولي كلهم حرامية والله كم بقى رعت فيها اذا قلت البذل قال من الصابين هذا لكل واحد ياخذ بس منك عشر حسنات تحتاج الملايين اللي يسوء الظن واللي يغتاب ولي يتكلم هذا بس قالت قصيرة ما قالت بل عشرت قال لقد قلتي كلمة لو مززت من ماء البحر لا افسدت فوالله اخوان نحن بحاجة لحسنات كثيرة لعلنا ننجو لعلنا ولذلك هنا انا قلت بختم ما قتمت معلش لا ان شاء الله بختم الحياة يا اخوان لا يحزنكم اولئك الذين يسبون ويشتمون ويخترون لا يحزنكم ذلك لان ايش اذا صبرت واحتسبت ولم تقابل السيئة بالسيئة وصبرت فان الله عزي يختص لك والله الذي حرم الظلم على نفسه لم يبحوا لأحد من عباده ان الله لا يظلم مثقاء ذرة يرضى لفلان يظلم الذي حرم الظلم على نفسه لن يرضى ان فلان يكذب على فلان يفتري عليه يشتمه حط في الواتساب حط في الحالة يحط في اليوتيوب فلان كذاب فلان حرامي فلان عميل فلان يفتري ومبسوط كثر مشاهدات فلان مفتري كذاب فلان صهيوني مبسوط كل ما صار اكثر والله لا يختص لنا الله عزي منه الذي حرم الظلم على نفسه يبيحه لعباده يبيحه لأحد لا ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ليس بأمانيكم ولا أمانيه الكتاب ما يعمل سؤال يجز به لذي عجرك وثوابك وتضيع وقتك على فلان وعلان وترد عليه وتخلي كذا ويزداد إثم ثم أنت ما تضمن نفسك أنك تقتص ها مثل الكلمة قال تعطيه نفسها أكيد يمكن تزيد شوي راح عليك أجرك وضاع عمرك وانشغلت بالباطر عن الحق دعحوا دعحوا ولا تكثر عليها التأسف إن تاب الله يتوب عليه وإن طلب العفو فاعف عنه فإن أجرك على الله وإن لم يطلب العفو وتاب أيضا عفو عنه يعطيك الله أكثر لكن إذا أصر وشتم ولعن واتهم واحتقر بحسب يبرئي من الشر أن يحقر أخاه المسلم فدعحوا ولا تجاريه وأبشر بالخير وما يدريك شتائم هذا وهذا هي التي تقوي الدعوة وهي التي إيش تلفت أنظار الناس لماذا هذا يحارب على ماذا على أي اساس خليني أسمع فيسمع فيستفيد لأن الله عزيزي إذا أراد بدعوتنا الظهور سخر لها من يعاديها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا النبي يجعل الله عدو قال إي لأن هذا وجود العدو يقوي الدعوة يا أخوان لا تأسى ولا تتحسر على ما يقال من هنا وهناك كل هذا بأجن وثواب لكن اضبط نفسك لا تجاريهم لا تجاريهم ولا تجادلهم وإنما قل الحق حتى إذا أسرف وقال كلام باطل أنت قل هذا الحق قل الحق من ربكم فمن شاف اليؤمن ومن شاف اليقفر ولعل الله عز وجل ينفع بك بحسن خلقك وصبرك أما إذا شتمت وشتمك ما انتهيت أنت دخل في الإثم هو دخل في الإثم والقال يقول إذا جاريت في خلق دنيئ فأنت ومن تجاره سواه لا ترفع لا تصد مثلا أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 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 هذي لوراق والله هذه بنظارة ما في وعي يتولى قرارة للسلام يلا يلا اك الحدود يعطينا كلمة يعقب شي الشباب تفضل اقرأ ما تيسر تقرأ كاملا أو بعضه وتختار منه سور كله قرآن لكن ايش يجعل لك ايش يعني ترتيب معين تستفيد بالترتيب اكثر نعم عطنا السؤال واضح السؤال طيب يقول هل المبتدع ممكن يتقبل الله يقبل الله توبته نعم كل من تابه تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه جاء وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابى الله ان يجعل لصاحب البدعة توبة هذا وعيد ونطلقه على اطلاقه حتى يكون ابلغ في التحذير من البدع لكن الاصل ان من تاب تاب الله عليه اذا حقق الشروط ان يكون مسلما ويبتغي بتوبة واجه الله عز وجل وان يقلع عن الذنب عن بدعته عن دعوة اليها وان يعزم على لا يقعد مرة اخرى ان كان حقوق العباد فيأجي حقوق العباد فيتوب الله عزي على من تاب التوبة تجب ما قبلها ولكن نطلق هذا الحديث كما طلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ابلغ في التحذير من التوبة ويمكن نوجه هذا الحديث على ان هذا هو الغالب لان المبتدع يرى في نفسه انه محسن ولا مسيء محسن فلذاك توبة العاصي بفسق اسهل بكثير من توبة المبتدع العاصي بفسق يعرف انه عاصي لا تقول هذا عيب عليك ولا كليش ما تصل ان شاء الله الله ادعونا ادعونا والله يعني ودي ابطل عن التدخين ودي احافظ عارف نفسه انه مقصر لكن المبتدع يرى نفسه انه يتقرب الى الله حتى ربما زجرك ربما قتلك ربما ضربك ربما نهرك ربما اساء اليك جئتني وانا في المسجد تقول لا تفعل كذا وكذا تركت الفواحش تركت المنكرات تركت السواحل تركت السرقات جايني في المسجد تقول لي لا تقول كذا لا تفعل كذا انتم انتم شوفها حسبها ليش ان ماذا يا اخوان انه محسن في بدعته قال جل وعلا قل هننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضلوا سعين في العائد الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنوا صنع صلى الله العافية فهذا الوعيد نقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو الله نجعل صعب البدعة توبة نطلقه كما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ابلغ في ماذا في الزجر في الزجر ولان عالة المبتدع يظن نفسه محسن فلا يكاد ان يتراجع عن توبته لا سيمة لتأصلت فيه البدعة وتربى عليها وتقدم السن فيه عروق راحت في البدعة هذه صعب يرجع حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانوا اللي اسلموا الشباب ولا الشيوخ الشباب ليه؟ لماذا لان كل واحد مبتدع ولا مشتك كلما تقدمه السن ايش راحت عروق فدعته في الارض وتمسك فيه اكثر فقل ما يتوب المبتدع بخلاف الفاسق او العاصي بفسق ونحو ذلك يدرك نفسه انه عاصي ربما تأتي موعظة ولا موقف ولا حالة وفاة ولا مصيبة فيعود بها الى الله عز وجل نعم فضل يقول السائل كيف يقول المسلم لا اله لله خالص من قلبه خالص من قلبه من قال لا اله لله يبتغي بذاك وجه الله يعني ما يريد ان يعصم دمه من المسلمين فيقول لا اله لله كحال المنافقين لا يقول ها يريد ان يسمع الاخرين انه ها رياء وسمعة اني انا اكثر من ذكر الله وانما يبتغي بعمله وجه الله كما يبتغي بصلاته بصيامه بزكاته يريد بذاك القرب التقرب الى الله سبحانه وتعالى حتى الاسلام اللي هو من خمسة اركان اول وشارة الله محمد رسول الله ممكن انسان يرائي بها اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذب هذا ليس بمخلص هذا كاذب ها بقوله لا الى الله قولي اشهد وان لا الى الله قولي اشهد محمد رسول الله فتبتغي بعملك وجه الله يعني أنك تريد التقرب الله عز وجل لا لفلان ولا لعلان وإنما لله تبارك وتعالى وما أمر إلا اللي يعبد الله مخلص الله الدين حنفا نعم أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم الطرق كثيرة تدخل الانترنت كل وقت يقول لك طريقة وأنت لك أن تجرب هذه وهذه وهذه أو تجتمع بعض الحفاظ أو بعض المحفظين فيختر عليك طريقة استعملها نفعت معك فبها ونعمت ما نفعت انتقل لطريقة أخرى واليوم على أجهزة متطورة الطرق كثيرة ممكن تعطي أوامر للجهاز وكرلك الآية مئة مئتين ثلاثمائة مرة حتى تحفظها ولكن أفضل ما تتبعه في حفظ القرآن التكرار التكرار هو الذي يثبت الحفظ ومن ذلك أن تقوم به من الليل ولو ركعتين بعض الصلاة العشاء هذا أمر مهم جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن فإنه أشد تفلة من الإبل في عقلها فتكراروا ها أيضا لحفظ القرآن لا لا تكسر إيش من من الكمل التي تريد حفظها يعني باليوم تحفظ لك ثلاث صفحات ولا صفحتين ولا وجهين وثلاثة يمكن تستمر قليلا ثم كما حفظته سريعا يذهبه سريعا كلما جعلت القدر يسيرا وركزت عليه كما يقابل الحفظ العميق كلما إيش إن شاء الله ثبت أكثر ولذلك أنا أذكر لكم موقفين اثنين موقف الأول قلت لبعض الأخوة لو أنك قررت على نفسك تحفظ كل يوم آية واحدة آية سعود جاينا من العين ها حياك الله بش رايك تقرر كل يوم آية كل يوم آية أنا قلت كلام عام ها كذا أتاني أحد الأخوة قال تذكر لما قلت كل يوم آية قلت إيه دائما نكرر الكلام هذا قال اتبعت ذلك الآن واصل الجزء العاشر كل يوم آية لكن انظر إلى نفسك كم يوم مر ما حفظت ولا آية كم عشر أيام كم أسبوع كم شهر وآخر أخ بس ذكي يعني مو مستوان إحنا شوي أذكى مننا الظاهر هو أخ صيدلاني أخ مصري مؤدب جدا لحقني خارج الدرس بعد ما انتهيت قال لأنا عاوز كتاب يعني للقلوب قلت لعليك يا بكتاب الله وانا رايح قال لا يعني أنا عاوز كتاب يعني معين حق القلوب تعليك كتاب الله قال يعني ما في كتاب معين قلت لك عليك كتاب الله وانا راكب السيارة مشيت تصل فيني بعد سنتين قال تذكى أنا مرة جيت قلت لك بالخالدية بعد الدرس قلت لك قلت لك قلت لك كرت على كتاب الله يقول خرج منك فقرت أني أحفظ كتاب الله الآن كملت سنتين حفظت الغران كاملا أنا قلت لك قلت لك كتاب الله يا ربي ما يحمن الله من الأجر شف سنتين حفظت الغران كلها فالذي أنصح به وإياك الصحبة مع القرآن الصحبة إذا كنت صاحبا للقرآن أبشر بالخير فأنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة نعم هل ابتسام السنة أم هي أجر فقط من ناحية الاخداء هل ابتسام السنة نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما رأينا الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما فهي سنة هل فيها أجر طبعا تطبيق السنة في أجر تبسمك بوجه أخيك صدقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق يعني بعض الناس يعبس على غير معنى ما في داعي تبسم شوف الآخر ابتسامة يا حذوها إن شاء الله ها فالابتسامة تبسمك سبحان الله يفتح النفس سلمت على واحد ابتسم فهذه من الأجور اللي يعني سهلة المنال ما تكلف كثيرا لا تحقران معروف شيئا هذا قليل وهذا قليل وهذا قليل يكونوا كثيرا صلى الله وفقنا وياكم العم الصالح نعم يقول السادة الهب إلى الدوان ومعي أشخاص يتكلمون في هذا وفي هذا ويختارون وأنا أكون في ضيق من هذا فما النصيحة منكم جزاكم لهم ولا له نصيحة هل لا يستطيع أن تجنب هؤلاء يركب مع غيرهم خير الله لكن قبل ذلك يؤدي النصيحة إن استقاموا واتقوا الله وكفوا ألسنتهم فيستمر معهم إذا ما كفوا وأصروا على ما وعليه يفارقهم إن استطاع إذا ما استطاع إنا لله راجعون لكن يبدي لهم بين نصيح بين الحين والآخر أنه متضايق أن هذا خطأ لعل الله عز وجل أن يعني ينفعهم بكلامه أما النصيح لهم فليتقوا الله عز وجل فالله يقول ما يلفظه من قولي إلا لديه رقيب عتيب قد تتكلم وتنسى أنك تكلمت لكن الله عز يقول أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فلنتق الله عز وجل لا توزع حسناتك قصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات فعليك أن تحفظ لسانك ما رأيي فضيلة تكون في البطاقة الإتمانية التي تقدمها البنوك لشراء المنتجات تكون بالتقسيط مع العلم من التقسيط بدون فوائد فماذا عن السحر النقدي وجساف البطاقة على إيش اللي اسمها؟ الإتمانية الإتمانية إيش صورتها؟ الفيزا الصورتها ما ذكره من يعرف صورتها؟ في الفيزا شوفوا إذا المصرف قالك حول حسابك عندي وأنا أعطيك كذا وكذا وكذا وأعطيك محمد الله هذا لا يجوز لأنه أعطاك قرضا مقابل نفعا أو مقابل نفعا والقرض كله قرض جرى نفعا فهو ربا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح هذه قاعدة من القواعد يعني لو قلت شخص هذا الدينار سلف بس عادها كل يوم توصلوا للمدرسة على طريق قلت حاضر عطني سلف عطيت الأفرد علف بس مع مقابل ليش بعد توصيل الولد هذا ربا كله قرض جرى نفعا هذا البنوك يريد أن يستغطب العملاء يسمونه ها فيقول حول راتبك عندي قولك قرض خمس ألاف حسن يقولوا الديب ما يهروا العبث ما في شي حسن عند البنوك كذلك حتى المسميه نفسه إسلامي يقص قص ما في شي شي يعني الوجه الله تعالى ما هو لدن الزكاة هذا ما يعطيك قرار شي معين إلا وحاسبها إذا تحويل راتب عليه مقابل يعطيك ها لأنك محتاج أنت القرض تحولت راتبك تأخذ القرض هذا هذا ربا واضح إذا قالك نعطيك البطاقة الفلانية وتشتري بها كذا وتقصد كذا مقابل حتى تحول عليه راتبك هذا لا يجوز إذا قال أنا أعطيك البطاقة الفلانية تسحب حتى لو ما عندك رصيد واخصمها منك عيش الشهر الذي بعده هذا لا يجوز لأنه ما أعطيك الغرض هذا حسن ما يجوز من القرض إلا ما كان حسنا هو أعطيك هذا حتى تبقى أنت مرهونا عميلا عند هذا البنك الخاصة ماذا أنت متسلف منه ما تقدر تخرج منه خلاص راتبك لازم لو أعطي تخرج منه عقب ما تصف اللي عليك وفي الحقيقة هذا اللي يعطيك تسحب ويسحب من راتبك اللي بعده وتسحب راتبك اللي بعده ترى أنت تسحبت مرة واحدة فقط أنت أول مرة فقط تسحب ثم ميش سحب منك الراتب اللي بعده اللي بعده وهذا فيه مفسد عليك لماذا راتبك كذا وكذا خلاص تصرف على قد راتبك لكن ماذا يفعلهم انتهى راتبك تروح تأخذ ايش دينا والدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من الدين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكسر من قول ايش وأعوذ بالله من المأثم والمغرم قل يا رسول الله ما أكسر ما تستعيد بالله من المأثم والمغرم قال أن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأسن إذا الشهيد في سبيل الله المجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد ما في شك جهاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقفر له إلا الدي حقوق الناس الرجل يقول يا رسول الله رأيت إن قاتلت في سبيل الله قتال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قتال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم بتسير النبي صلى الله عليه وسلم لرفع لا إله إلا الله لتكون تكلمة الله إلا العليا ويقول يا رسول الله رأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر وقتلت أيقف الله لي قال نعم إلا الدين هو يجاهد مع النبي الدين خطير جدا تساءل بها الطريقة دين دين كل ما طلع جوال نوع جي خلق واعة بالدين كل ما طلع سيارة بالدين السياحة يروح بالدين الدين هذا يستعيد بالله النبي صلى الله عليه وسلم منه وفي القول العام الدين ذلن في النهار وهمن في الليل شون ذلن في النهار أخذ من فلان خلاص ما عاد وديش شوفه ليش لأن حين يقول واني فلوسي ها واذاك يذكر أن رجلا أراد أن يستديه من أخيه من صاعبة فقال له قبل يدي خليش غبتك عطنه دين قال قبل غبت قال ليش أقبل قال لني إذا أسترجع مالي منك سيحتاج إلى أن أقدم قدمك صح هكذا كثير من الناس في البداية وجاي أخذ يعني شوي قبل يديك كذا ما أقبلها بعد واذا أخذ صار صرت عدوا له لا يراك سبحانه ليش في ذلك أحسن شي لا تأخذ دين ألا بأضدق الأحوال أدي مشروع يا أيها الذهاب منه إذا تداينتم بديني الأعجة مسمى فاكتبوا واحد يشتري يدفع بعدين يصرف ممكن لكن لغير حاجة لغير ضرورة لا تأخذ أصرف ما تملك وحاول تحسن التصرف وتعيش بإذن الله تعالى سعيدا لا طالب انه يقول ولا ولا مرض حتى لو كنت طالبا أيضا هم وغم ما أدفع أخذ فلوسي راح وعدني أخلف ضغطك ارتفع ارتفع يمكن صيفك الجلطة ما يسوى عليك لا 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 بعدين نصيحة نصيحتين في شيء واحد إذا طلب منك أحد دينا احسب حسابك 50% إنه ما راح يرجع ولا لا تعطي 50% هيا نفسك لا تعطي وانت ضامن 100% راح يرجع بعدين تنقهر وصير فيك ورتبع الضغطك خلك 50% ما راح يرجع تبهتم واذاك الذي يعطي دي مرتين كأنه تصدق بنصفه أجر ثواب توسع للناس من نفس عن مسلم لا دلة لكن احسب حسابك هاي من حياة العملية اللي يعيشونها الناس اللي عشتها وعاشها غيري احسب حسابك 50% ما راح يرجع المبلغ هذي واحدة ثانية إذا قالك عاطني المبلغ الفلاني هذا علمني يا واحد مدرس أول ما توظفت مدرس بالمدرسة قال يشوف إذا واحد قال لك اديني 200 دينار دين اديني 20 وقل لا ترجعها يقول تعطي عشي وما رجعها أحسن ما يأخذ 200 ويقولك برجعها وما ترجع وغالبا اللي تقول لها 20 لا ترجعها غالبا يعني فعلا ما يرجع مرة ثانية لكن بعض الناس إذا قلت لها عاطني 200 وعطيت 200 سددهم رجع مرة ثانية عاطني 200 سددهم رجع ها سددت من قاعد أنا بطاقة فيزا تأخذ ورجع تأخذ ترجع تني حاجز الميتين على حسابك والله يا أخوان نصيحة لي نفسي وشي ولكم الديون هذي بتعدوا عنها أنا عارف كثيركم وغرقان فيها لأنه ما يعيش واحد إلا بها ولكن حاول سدد وقارب لا تأخذ إلا الضروريات جمع بعدين اشتر أحسن لك طيب خلاصنا ولا يا الله فيها هذا يقول رجل نحافظ القرآن ومحافظ على الصلاة ماشاء الله ولكنه يفعل المعاصي وفي كل صلاة يتوب ويستغفر وإنسى الله يفتعد عن هذه المعاصي مع ذلك يرجع المعاصي مرة نخر كلنا ذاك الرجل نصبح نمسي ربنا يقول خالقنا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار كما قال الشيخ الصالف الله يحفظ يبارك فيه قال هالكلام هذا قال ما يفعله هو الصح استمر استمر على طاعة الله وجاهد نفسك واستمر على التوضع أما يقولك شيطان أنت شكك ما تصلح شكك منافق صلي وتسوي ما العمل اترك الصلاة تروح لا ليس هذا ليس هذا الحل سددوا وقاربوا فاتقوا الله ما استطعتم وجاهد نفسك واجتهد على أن تقلم المعاصي حتى تنتهي منها وحتى إذا انتهيت منها ستعود مرة أخرى وتقصر لأن المعصي يشكل النظر صدرنا الكلمة اليوم المعصي إما ماذا وإما ماذا إما تفريط في أداء المأمر وإما وقوع في المحظور وإنسان ما يسلم يوميا نقصر ويوميا نقع فلذلك الصلوات هذه شرعت ماذا حيث تكفير لماذا ما يصلي لما تشرع الصلاة خمس صلات تصبح الصبح تصليها ها مرة وعدها خمسة لقالها النبي عليه الصلاة والسلام شوف قال الصلوات الخمس ها والجمعة للجمعة ورمضان يا رمضان مكفرات لما بينهن إنها التفريق في الصلاة في هذه الأوقات هذه حتى حتى ارتكبت ذنبا بين الصلاتين الصلاة بعدها يكفر الله بخطايا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قال رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يقتسلوا فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شي قال لا يبقى من درني شي يبقى عليه أوساخه خمس مرات في النهر كل يوم كل يوم عند بابهم مش مكلف نفسه قال لا يبقى من درني شي قال فذلك مثل الصوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فالصلاوات والقراء والذكر والاستغفار شرع لنا لأننا نرتكب الذنوب من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي له الحسن فقط فلا يقول لك الشيطان أنت ما تصدح أنت شك منافق ملتعي ومع الشباب وذا رأت هناك سويت كذا وكذا هذا ستر الله جميع العباد الله جل له على ساتر العباد وقال لكل إنسان عنده لذلك ماذا يقال يقال لو أن الذنوب تفوح لما طاق بعضنا بعضا كان واحد يقول لك أوف شريحتك قال طاريحتك أنت لأن تفوح الريعة لك ربنا ستير ربنا ستير يستر الذنوب يستر خاص حتى قيله من كلمة الجميل كلام الجميل قال إذا مدحك أحد فأنه ما يمدحك وإنما يمدح ستر الله الجميل الذي سترك به أنت ما تستحق المتو لكن الستر اللي الله جعله عليك الناس قاعد تمدح ستر الله عليك ولو علموا حقيقتك ربما عيش والله لو علم الناس قبيحة سررت لا بس سلام علي من يلقان ستر الله جميل فأنت لا تحدث عن نفسك وقد سترك الله أتقول فعلت البارحة كذا وكذا حتى لو تبت لا تقول كنا نفعل قبل أن تب كنا نفعل لا يجوز هالكلام عليك أن تستر نفسك تستر المسلمين نكتب على القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبركة الله عن المحمد وعلى أله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر